إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تغارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا تضل له ومن يضلل فلم تهدد له وليا مرشدا أما بعد يقول الحق سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز خوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المرور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما توعدون لآل وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد ثم أما بعد ثم أما بعد وكل دوما وعلى وطاق الزواج اليوم ستصل إلى مهم أنهم يجبون أنهم يجبون يجبون كل يوم كل يوم في حياة اكبر أخيراً مع بعض الفتن بعض الفتن سيكون أمّا أفرس أول الله صلى الله عليه وسلم لأتاكهم في الحياة في عقيدة في عبادة في الكثير من الأشياء كما يتصنع الله سبحانه وتعالى وإنه يتكلم أنه في القرآن قال سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Very, isn't it? For the men, for the human whom they say we believe in Allah سبحانه وتعالى فتنة will not reach them definitely it will go ذا الله سبحانه وتعالى ولقب فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين The fitan which it will reach every Muslim every Muslim Allah سبحانه وتعالى from this fitan He will He will test in your iman your aqidah to see who really truly Muslim and who's not and this is today will be about the topic of madakhil ash-shaytan the doors of the shaytan the doors of the shaytan which is if the Muslim let it be opened then we will fall and we'll fail in other things than what Allah سبحانه وتعالى said in the ayat of Surah Al-Fatihah قال سبحانه وتعالى اهدنا السراط المستقيم Oh Allah يا رب guide us and lead us to السراط المستقيم what type of bath we ask in Allah سبحانه وتعالى in Surah Al-Fatihah in each shuraqah we stand in in the in the Salah Surah Al-Ladheena أنعنت عليه Oh Allah the Surah the best the hidayah we want we want it as you blessed the muhtadeen before us Allah سبحانه وتعالى said ذلك بأن الله هو الحق very they should know Allah سبحانه وتعالى he is الحق means everything comes from the burden of Allah سبحانه وتعالى is the حق it's truth وأنما يدعون من دونه الباطل and anything else other than what Allah سبحانه وتعالى came with and he said is الباطل وأن الله هو العلي الكبير and every Muslim should say should repeat should believe that Allah سبحانه وتعالى he is العلي and he is الكبير but after that still another chance or space to the شيطان to jump to attack this حق قال سبحانه وتعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم الزم يا محمد يا رسول الله هل تعلم هل هل لدي idea about that الشياطين الشياطين الشر سيأز 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 لكل تأزهم أزا what does أز mean الأز الأربي means التحريك بشدة it means when you shaking something so hard when you move something so hard so means الله سبحانه وتعالى use this word تأزهم أزا to tell you شيطان will attack every Muslim everywhere he can that's why الله سبحانه وتعالى mention that about الشيطان that he will come to every Muslim from his right from his left front in between his hands from behind his back four things right left front back he will try his best الشيطان في القرآن قال تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين سترى الكثير منهم ستكون شكرا شكرا لك وهذا الله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى قال الشيطان ميعباد المخلصي لا توجد طريقة معهم الله سبحانه وتعالى قال اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده الله سبحانه وتعالى أرسل قال شيطان شيطان سيكفرون كل شيء خلالنا لتعالى 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 الشيطان الشيطان الغر الشيطان لك أكثر أكثر من لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأت إذا قرأت لتعالى لتعالى سبحانه وتعالى القرآن الكريم قدم الاستعاذة على قراءة قرأت بإذن بإذن أعوذ الله من الشيطان الرجيم ثم الله سبحانه وتعالى قال قرأت بعد هذه آية إنه الشيطان إنه الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا الشيطان has zero no power over the believers الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون the مؤمنين الذين آمنوا they always توكلوا على الله they relay everything in their life's affair to Allah سبحانه وتعالى in every matter they put the مشيئة and التوكل على الله سبحانه وتعالى before they do anything and this is the main part one of the main principles for the Muslim that's that's where Allah سبحانه وتعالى said وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ anything you're willing to do begin with the مشيئة of Allah سبحانه وتعالى وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتِ يا عبد الله إِذْهُرْجَاتَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إذَا نَسِيْتِ وَقُلْ سَيْتِ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَ لِرَبِّي يا رب أَسْأَلُكَ الْهِدَاِيَةَ وَاللَّهِ قَيْدْزِي مِي أَسْأَلُكَ أَسْأَلُكَ الْهِدَايَةَ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا لِذْهِدَا لِذْهِدَا عِذَا أَسْأَلُكَ it will lead me to Ar-Rushd الصراط المساقين I would like to ask the brothers please move up the brothers tell me so they can come and sit down and he listen to the words from Allah حديث صبرة ابن أب الفاكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها listen careful sometimes we feel we feel we feel so proud we feel so proud so proud because one 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 ayah we recite maybe hajj one day you fast it's not we should not we should not the yeah the muslim should be not like this الله سبحانه وتعالى قال لنا عن الناس عن الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس يا أيها الناس كل شخص مسلم ومسلم أنتم الفقراء إلى الله نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى نحن نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى ولكننا لم نحن 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 هذا التكب من الشيطان يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الله سبحانه وتعالى قال نحن نحتاجه وأنه هو أحد الذي هو جيد ويأتي بخلق جديد والناس لا أحتاجه فهو كلelli من نفسنا بخلص لأنه أحد إِنْ يَشَأ يُذهِبِكُمْ إِنْ يَشَأ يُذْهِبْكُمْ كل شخص ستحرك كل شخص ستذهب ويأتي بخلق جديد نوع الهدفة ستحرك هل أن يأتي بخلق جديد؟ هل أنه يأتي بخلق جديد أن يأتي بخلق جديد؟ إن الشيطان قعد لابن آدم في أطرقه كله فقال له الشيطان سيء أتسلم وتظر دين آبائك واجدائك يجال أبي مسلم يجال سيء لا إله إلا الله يجال أن ترى الحلال يجال أن ترى الحق للحق و اتركوا الطريق من أباك لكن المسلم يتركوا و يتركوا على الطاقة ثم المسلم يتركوا الطريق من هجرة هجرة الشيطان قاله فإن تركوا الطريق من هجرة والمؤمن نحصل نحن لداء المسلم اتركوا الحق الشيطان ستركوا ستركوا على الجردك و يتركوا على جبك هل تفعل ذلك؟ لكنه انتهى وانتهى الطريق الحق الطريق الصلاة المستقيم أخوة بيكس، هل تأتي؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن فعل ذلك؟ من أخوة بيكس كل شيء لتبع عن الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة من أخوة بيكس في هذا العالم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون حقا على الله سبحانه وتعالى لإنفرق الجنة أقول حولي هذا وأستغفر الله رضي مني ولكن أستغفر الله أستغفر الله خفر الله بعد ذلك منذ تقول الشيطان من الكثير الم husس مدافق الشيطان الكثير لكننا سأتقل بعض مؤمنين كما مهم أولا الشرق بالله الشرق بالله الشكر بالله يعني كثير من الأشياء. فقط لن ترك الطاعة ، لن ترك العبادة ، ونضع في أجل دنيا ، وما في الدنيا ، ثم الإيمان ، العبادة ، الإسلام بعد ذلك ، هذا أحد رأى الله سبحانه وتعالى ، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ، الشيطان سيقول ، سيقول الإنسان اكفر ، فلما كفر ، فلما كفر ، ما الشيطان سيقعل؟ سيقول الإنسان اكفر ، سيقول الله سبحانه وتعالى ، بعد ذلك الشيطان سبقه ، فهو جعله ما نريد ، فهو جعله ما�를 نريد ، جعله ما يفعله ما سبحانه وتعالى ، و الله ، في المسلم ، يجب أن يرى ، إذا ملك الموت في 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 ملك الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه هذا هو عبد الله سبحانه وتعالى لو موت إن طائموا في عبادة هذا هو كيف سوف تكون في ملك الموت هذا هو سوف تكون في القرد فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين شيطان قال أنا محاولة أنا محاولة أنا محاولة أشعر الله سبحانه وتعالى هل ترون كيف يشعر الشيطان محاولة أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم ابن عباس قال واحد من المتجمع يقول الله سبحانه وتعالى هل كاولت ترون تروني الله سبحانه وتعالى برصغر 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 لبطاً برصغر لبطاً تروني برصغر الله سبحانه وتعالى برصغر برصغر ما؟ الناس لأن في شيء ما يكون الله مرحباً معه أم لا؟ الثاني واحدة من قراء الشيطان البدع الشيطان الذي لا يوجد في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة تضعها إلى الإسلام وهنا نرى الكثير من قراء الشيطان الكثير من قراء الشيطان ليس من الإسلام ليس من القرآن ليس من سنة المسلمين كل شيء ليس من القرآن والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله سبحانه وتعالى قال يا معشر الجن والإنز إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطة يا جن والإنز إذا كانت تنفذون لقدره لقدره لعظمه لما شيء الله سبحانه وتعالى تحاول لكنك يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لقدره لقدره فوق الله سبحانه وتعالى واحد من دورة الشيطة قال الكبائر والصغائر كبائر الذنوء والصغائر الذنوء الصغائر الصغائر الكبائر 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترى الكثير من المسلمين قال الحمد لله لن أقوم بأي شيء كبير ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا حديث لن تتكلم عن كبير لأن كبيره إنه هنا ونحن نتكلم عنه ولكن صغائر لا نتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمعت صغائر الذنوب على العبدي أهلكت صغيرة أفطر صغيرة أفطر صغيرة أفطر صغيرة في الأخير سيقترح 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 ما هي تتكلم عنه سيقترح السيقر سيقترح 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 من كل هذا الاستغفار نسأل الله سبحانه وتعالى الاستغفار الاستغفار التوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي شيطان الشيطان will say to الله سبحانه وتعالى الشيطان said وعزتك وجلالك بأضللنهم ما دامت أرواحهم في أبانين الشيطان say to الله سبحانه وتعالى and he sweared by the عزة of الله سبحانه وتعالى I will misguide everyone once they're still alive الله سبحانه وتعالى قال وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني الله سبحانه وتعالى I will continue forgiving them because of their thawbah of their istighfar second way al-istiaada you always as muslims should seek the protection of Allah from any evil from any زيار المعوذتان وصورة الاخطة one of the dhikr that muslim always take رصاية سورة الإخلاص رصاية سورة الفلق رصاية سورة الناس أيضا آيات الكرسي أيضا آيات سورة البقرة أيضا ذكر الله سبحانه ذكر الله ذكر الله في الصراء وفي الضراء في الهواء كثرة الصلاة ركن ركن الصلاة الله سبحانه وتعالى قال إنذ قرآن أبوت ركن الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة سوف سوف تنهى ويساعدك لتنهى من الفحشاء والمنكر من الحرام الله سبحانه وتعالى قال أبوت ذكر الله وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللَّهِ أَكْبَرُ الأمر المسلم يجب أن يأخذ ذكر الله سبحانه وتعالى وأنا سوف أخذ خطبه بذكر الله سبحانه وتعالى وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ مَقْبِلْ لَنَا ذُنُوبَ لَهِ وَإِصْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِتْ عَلَى الْحَقِ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى اللَّهُمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ اللَّهُمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ اللَّهُمْ أَنْصُرِ الْمُسْرْعَفِينَ اللَّهُمْ أَنْصُرِ الْمُسْرْعَفِينَ اللَّهُمْ أَذِلَّ الشِّكَ وَالْمُشْرِكِينَ وَأَدَمِّرْ أَعْدَاءَكَ أَعْدَاءَ الدِّينَ اللهم ثبت المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم اللهم أيدهم برحمته اللهم اشفي أمراضنا وارحم أمواتنا واشفي أمراضنا وداوي عيوبنا وداوي عيوبنا وارحم بيوتنا وارحم آباءنا وأمهاتنا واجعل الحياة إزالتنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اشتركوا في القناة